اشتركوا في القناة وخاصة في دول الخليج العربي واليوم سوف نقوم بجولة قصيرة والابحار في هذا الاسم الذي كان يتسمى به مشاهير العالم العربي مثل ابي فراس الحمداني ذلك الشاعر العربي لكن قبل ان نخض في التفاصيل ادعوكم مشاهدين الكرام الى الضغط على زر الاعجاب والزر الاشتراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد ما هو معنى اسم فراس؟ اسم علم مذكر ذو اصول عربية وهو من الاسماء القديمة التي لا تزال منتشرة في العالم العربي فراس يأتي من الفعل فراس اي افترس فيقال افترس الاسد الفريسة يعني اصطادها وانقض عليها واسم فراس من اسماء الاسد ويعني ايضا الشجاعة والاقدام لذلك هو من الاسماء الجذابة الرائعة ما هو رأي الدين الاسلامي في اسم فراس؟ يرى علماء الدين الاسلامي ان اسم فراس من الاسماء الطيبة التي لا يوجد فيها شائبة تحريم او كراهية فهو من الاسماء الصالحة للذكر المسلم والمسيحي على حد سواء صفات من يحمل اسم فراس يتميز فراس بشخصية محبوبة من الجميع كما انه طموح وناجح محب للخير ومتواضع يعتمد عليه ويتحمل مسئولية الكبير والصغير فهو من الشخصيات شجاعة القوية الطيبة الرقيقة الحنونة فهو ايضا من الشخصيات التي تنشر الطاقة الايجابية والبهجة والسرور وسط المحيطين كما انه يتميز بسمات كثيرة منها فراس الشاب الهادئ المطيع المحب لأهله والبر بهم من يحمل اسم فراس يتميز بالنشاط والحيوية ويعشق النجاح والتفوق شاب متواضع يكره الغرور ويحب الناس جميعا ويحب الخير ويقدم يد العون لمن يحتاجه من الشخصيات التي تهوى الاكل ويتفنن فيها فراس لا يخشى في الحق لو متلائم فهو شاب صبور يسعى الى تحقيق اهدافه مهما كانت الصعب يحب السفر والرحلات والسياحة والانطلاق في الهواء الطلق والاسترخاء والتأمل ويحب الطبيعة والمناظر الخلابة صاحب شخصية قوية ورأي صائب والكل يستشيرونه في اصغر الامور واكبرها شخص يتحمل المسئولية ويعتمد عليه من يحمل اسم فراس شخص اجتماعي يهوى ممارسة الرياضة وخاصة السباحة يعاب عليه انه شخص عصبي وعنيد ناجح في عمله ويتبوأ المناصب العليا فراس زوج طيب رومانسي واب حنون عطوف وصديق لابنائه وهكذا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو الذي تناولنا فيه معنى اسم فراس وصفات من يحمله وايضا رأي الدين الاسلامي من هذا الاسم الكريم نحن في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم التي تسعدنا دائما دمتم بكل الحب والخير والسعادة عزيزي المشاهد اذا كنت تشاهدنا لأول مرة فادعوك للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بكل جديد فور نشره شكرا وإلى اللقاء